الأضحية فلسفتها إيه؟ هي طبعا إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل معروفة الآيات في صورة الصفات فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى في المنام أني أزبعك فانظر ما ترى يعني ومعروفة القصة في صورة الصفات هي إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل لما ربنا فد سيدنا إسماعين بذبح عظيم وأيضا هي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثم أني أزبعك فانظر في صورة الكوسر فصل لربك أولا اللي بنبع عليه السقوك جائزة بشرط لأنها تعتبر في الفخ الإسلامي وكالة مطلقة بعض الناس برضو بتشاكك في السقوك سواء كانت بتصدرها وزارة الأوقاف أو جمعات خيرية السقوك جائزة 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 في الفخ الإسلامي تعد من باب الوكالة المطلقة بس بنقول الجهة اللي تتولى هذه الوكالة تكون على فقه بالأضحية حلو تمام بعض الناس يا أستاذ يوسف ودي بتقلمني يقولك أنه هو هيسترخص وفي دولة إفريقية معينة سيرسل يذبح هناك ويوزع هناك أقول له لا هذا خلاف الأولى لأن لا تخلوا البلاد من شعيرة الأضحية الأضحية أولا نسنة إنما لا نضيع شعائر الله ونضيع البركة من ديارنا وبيوتنا وإلا كان هبعت مش عارف لدولة إيه لكن الحركة بيعبلوها إخوان زمان عشان عرفوا خرار الفلوس بره بدعوة إنه ده احنا بنساعد أهلينا لا 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 خيركم خيركم لأهله برضو قبل أن يضاهمنا الوقت ونبه الجميع إن شاء الله تعالى تكون الأضحية طبعا خالية من العيوب لأن الله طيب ليقبله إلا طيبة ثم إن شاء الله حينما نذبح الأضحية طبعا بنأكل ونتدخر ونهدى ونتصدق بالنسبة لإهداء أهدوا لأهل الكتاب من مسيحي مصر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورده لما يوم العيد سأل خادمه قال له يعني اهدي جيراننا فالخادم ابتسم قال إن أول جار لنا يهودي قال أعطيه فإن له حقان حق أنه من أهل الذمة يعني من أهل الضمان والاحترام والعيش الكريم وحق الجيرة فإحنا هنا في مصر طبعا الحمد لله المواطنون على درجة سواء ما فيش تمايز طبعا على أساس الدين ولا العقيدة ولا اللعبة ولا الكلام ده لكن احنا بنقول المبر بأهل الكتاب أعطوا للمسيحيين هدية من لحوم الأضاحي قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتخصط إليهم إن الله يحب المخصطين لعل المتسلفة ومن على شاكلتهم يقرؤون ويفهمون ويطبخون هذه الآية ترجمة نانسي قنقر